خلينا نروح لحلقتنا والأخبارنا وزي ما عودناكم في الأول بيكون معنا خبر بنحب نحط عليه هاي لايس لأنه بيكون فيه معنى أو مغزى مهم جداً لنا والناشئين ورياضينا أنهم ما يعرفوا هنأرض على حضراتكم سورتين السورتين الفرق ما بينهم من 2008 و2016 يعني الفرق ما بينهم 8 سنوات بس في 8 سنوات دول السورتين حصل ما فيهم حاجات كتير ما بين الوقت ده وما بين الوقت بتاع السورتين أمور كتيرة جداً طبعاً حضراتكم عارفين مايكل فيليبس اللي وقف على الشمال مايكل فيليبس ده أسطورة السباحة العالمية الأمريكي الجنسية طبعاً ده يعني يوم ما بيروح لأولمبيات وما بيخدش مديليات بياخد 9 دهب يعني ده الواحده بيمثل دول كبيرة ما حققتش اللي هو حققه مايكل فيليبس كان متصور جنبه لاعب من ماليزيا اسمه جوزيف كولينج لاعب سنغافوري اسمه جوزيف كولينج تمام جوزيف الصورة دي الصورة دي وقتها امتى؟ معليش يا جماعة نبضل على الصورة دي شوي الصورة دي وقتها 2008 جوزيف كولينج الطفل الصغير ده كان عمره 13 سنة وكان مايكل فيليبس احد اساطير السباحة وكان بيروج للسباحة كان بيروج للسباحة دي في سنغافور فانتهز الفرصة الولد الولد كان سباح زغير وكان حلم حياته انه يبقى زي مايكل فيليبس ومش بس كده كان حلم حياته انه يبقى بطل وكان يعني الصورة دي بالنسبة له انه امل كبير جدا نتصور جنب مايكل فيليبس تدور الايام والسنين وبعد 8 سنين سنة 2016 هوريكم صورة تانية للاتنين بس في البرازيل في ريو دي جينيرو عند جوزيف اللاعب السنغافوري فاز بالمركز الاول في اولمبياد ريو دي جينيرو وتغلب على مايكل فيليبس تغلب على مسلو الاعلى 100 متر فراشة احد السباقات الصعبة جد نزل فيها مايكل فيليبس وجوزيف كولينج نزل الاتنين مع بعض انا عايز اقول لكم انه دي كانت اول مداليا ذهبية لسنغافورة في التاريخ انا بس بوريكم الفرق بين السورتين ان ما فيش الرياضة او البطولة بتبتدي بحلم حلم طبعا العلمين ده هو جوزيف بعد ما بقى عمره 21 سنة وطبعا مايكل فيليبس على الشمال الحقيقة السورتين دول بيعني بيلخصوا قصة عايز تبقى بطل لازم تبتدي الاول بحلم وتشتغل على حلمك سنين مش تشتغل ايام سنين لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك لانه انت اللي بيكتهد في الاخر اللي نصيبه خلي بالكم هو ما اكسبوش في سبق بطولة عالم ولا سبق بطولة ودية او حاجة زي كده ده خد منه دهب في ريو دي جينيرو يعني خد منه مداليا اولمبية اللي فشل فيه كتير جدا جدا بالرغم انه مثله الاعلى هو بيحبه ويعني كان متصور معاه بس لما نزلوا اتنين قدام يعني قدام بعض في سبق مفيش هزار نازل اكسب بالرغم ان ده اسطرته ده نجمه المفضل اقال انا اتصورت معاه من 8 سنين وكان نفسي اكون جنبه بس اتصور جنبه بس انزلت الرياضة قلب القلب ده هو الاساس ما خافش ما قالكش ده المسألة الاعلى ما ينفعش اكسبه من 8 سنين ما شافش مايكل فليبس هو لعيب زيك لقدين ورجلين ومخ وعقلية زيك وكل حاجة الفرق من الاتنين او الفرق بينه هو طفل وكبير ان هو يشتغل على نفسه لغاية ما وصل لصورة انا بقى يعلقكم الصورة تاني فرق 8 سنوات ده درس كبير جدا اللي ناشئنا ولعيبتنا الكبار حتى ان مفيش مستحيل تقدر تحقق بس تشتغل على حلمك يكبر حلمك ابز المجهود خد كل الطرق هتكسب حتى مسألة الاعلى في يوم الايام كان مهم جدا نجيب الخبر ده مع حضراتكم عشان نعلم ناشئنا وحتى اللعيبت كبار ان مفيش مستحيل وان البطولة بتبتدي بس بحلم